مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم على قناتنا قناة الصحة والجمال هكون معاكم أنا نورة الحسيني بإذن الله لتقديم برنامجنا برنامج علم طفلك برنامج علم طفلك برنامج مفيد لعالم الطفل هيعلمنا إزاي نتحور إزاي نتكلم مع أطفالنا إزاي حتى نفهمهم برنامجنا برنامج شيء بتواجدكم بإذن الله وباستمعكم ترجع الفكرة والإعداد لنورة الحسيني ويشرفني تواجدكم معايا واتصلكم إن شاء الله على الأرقام اللي هتظهر معنا على الشاشة وقبل ما نبدأ حلقتنا أكيد إحنا كلنا بنمر بفترة عصيبة في الأيام دي بس إن شاء الله ربنا هيعديها لنا على خير ويجعل مصرنا الحبيبة دائما في سلام وفي أمان بإذن الله تعالوا بينا نتكلم عن أطفالنا وإزاي نتعامل معاهم وإزاي نتحور معاهم علشان إحوارنا يكون شايق معاهم وإزاي يفهمونا ويتجاوبوا معانا وطبعا إحنا مرينا في الفترة اللي فاتت دي بسرعة رهيبة مع التكنولوجيا والتطور التكنولوجي واللي هنعرض لكم عن ما سوقه وأخطاره وكمان الإفادة والاستفادة منه طبعا في خلال حلقتنا إن شاء الله هنتكلم معاكم وبتمنى أنكم تتوصلوا على أرقامنا إليه على الشاشة إن شاء الله لكن قبل ما تكلم هقول عن التطور التكنولوجي ومفاهيمه اللي كتير كان بتغيب عن الأسرة ومع زحمة المطالب والحياة أكيد وطلبات الأولاد غاب الوعي عن الأسرة علشان كده قلنا بالنزمة لبرنامجنا علم طفلك هنعلمكم إزاي تطوروا من أطفالكم من خلال الإيجابيات اللي موجودة في عالم التكنولوجيا وأكيد التطور بتاعنا لمسنا خلال الفترة الماضية في برنامجنا أو من خلال حكاياتنا اللي كنا بنقدمها حكايات الخالناني عبر السوشيال ميديا وأكيد أنا بدعوكم إن شاء الله إنكم تتابعونا يوميا على حكايات الخالناني وكمان برنامجنا علم طفلك على قناتنا الصحة والجمال واسمحولي قبل ما نبدأ حلقتنا إننا نخرج فاصل سريع وقد التحدي قادر يبدع فعز محنته اجعل من المحنة من حليك طير بخيالك فوق الصحاب خلي كل شيء سلبي في حياتك يتحول لشيء إيجابي واجع ربنا إنه وفقك في كل شيء تحياتي ليكم نور الحسيني فوق الصحاب بل لذلك عملنا برنامجنا علم طفلك هنتعلم دلوقتي إزاي نتحاور مع أطفالنا إزاي نتكلم معهم من خلال برنامجنا والتطور طبعا اللي تكلمنا عنه والبرامج اللي موجودة للأطفال أو هنتكلم عن أفلام الكارتون اللي موجودة اللي الأم دلوقتي بدأت إن هي تواكي بالسرعة وتنزل تشتغل فبدأ إن تفاعلها مع طفلها يقل فبدأت إن هي تخليه يتفرج على بعض أفلام الكارتون دون الانتباه ودون الوعي في بعض أفلام الكارتون بتعلم أولادنا أشياء سلمية جدا وتعلمهم العنف وتعلمهم الاختلافات حاجات مختلفة عن عددنا وتقاليدنا اللي موجودة كعرب وكشارئيين لذلك برنامجنا علم طفلك هيكلمنا إزاي نعدل من سلوك أطفالنا إزاي نوجههم للصح كمان كنت عايزة أسير موضوع خطير من خلال كارتون سبيدر مين أو حلقات سبيدر مين كتير من أطفالنا بيتعاملوا بعالم الخيال وأكيد أخيالهم واسع جدا وعلشان خيالهم الواسع الجميل ده يكون محدود أو يكون على أرض الواقع لازم لازم يكون في توجيهات مننا لذلك يا أحبابي في كل مكان بقول لكم على مخاطر أفلام الكارتون لو ما انتبهناش لها لازم نتابع أولادنا لازم نشوف هما بيعبروا عن ده إزاي وبيمولازم نوجههم ده صح ولا غلط لازم نقول لهم أن أفلام الكارتون دي ممكن تصير عندهم انفعلات أو شيء من العنف اتجاه الآخرين أو هما بيمروا في مكان زي ما لحظت على كتير من أولادنا واتكلمت عن ده في حلقات كتير جدا على ناني حكايات الخالة ناني واتكلمت عن أن العنف والاسلوب بتاعهم أو خلال تقليدهم المباشر للكارتون ممكن يؤدي أن هما يحصل لهم حوادث أو أي شيء لا سمح الله لذلك بنقول لازم لازم نوجه أطفالنا لكل شيء موجود حوالينا ونقول لهم أن ده عالم الخيال لازم ده عالم خيال وما نربط يعني نحاول نوجه لهم أن ده شيء غير طبيعي أن ده شيء خيالي تمام ودلوقتي معنا اتصال للأستاذة شريهان ونقول أهلا وسهلا ألو ألو طيب هنرجع تاني نكمل حلقتنا منتظرين حضرتك إن شاء الله على التواصل بتاعنا على أرقامنا أستاذة شريهان منتظرينك بإذن الله لكن قبل الاتصال تعالوا نكمل تمام أستاذة شريهان ألو 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 أستاذة نورة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا 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 بحضرتك صباح الخير صباح النور منورنا في برنامجنا علم طفلك أهلا وسهلا أهلا بيكي عايزين بيقولك إيه انتباعك عننا في حلقتنا الجميلة دي وإيه اللي عرفتي من خلال حلقتنا واتكلمنا عنه إزاي تتواصلي مع أطفالك أكيد عندي حضرتك أطفال تمام مظبوط عندنا مين من أولادنا عندي اتنين مروان وعندي هيفن ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم أستاذ شريهان طبعا حضرتك من معجبين حكاية الخالة ناني أنا كده عرفت مروان حبيبي وهيفن نورتين وشرفتين من خلال برنامجنا الجديد علم طفلك على قناة الصحة والجمال كنت حابة أعرف من حضرتك إيه رأيك في حلقتنا النهاردة والله حلقة مفيدة جدا أنا أتمنى أن كل البرامج تبقى في الحزو بتاع حضرتك دوا بجد إحنا محتاجين الفترة الجاية دي حاجات توعي الأطفال من الكارتون فعلا السيء جدا اللي إحنا بنشوفه الفترة دي محتاجين حاجات زي الخالة ناني كده تبقى فيها سلوكيات فيها تعليم فيها حاجات مفيدة للأطفال حاجات متابعة من هنا إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة الجاية بإذن الله هيكون في تواجد للخالة ناني على قناتنا بإذن الله الصحة والجمال بشكر حضرتك وبشكر اتصالك وبشكر جدا كان نفسي أكلم مروان مروان معينا ولا هو فين؟ أنا بعتذر جدا ماشي يا حبيبي شرفتنا باتصالك وأكيد نكمل حلقتنا شكرا لكي شكرا أستاذ شريهان ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة عن إزاي نعلم طفلنا إزاي نتحور معه إزاي نتواصل مع أطفالنا وإزاي نوجههم للصح وقلنا إن خيالهم الواسع ممكن يضرهم لكن بتوجيهتنا أكيد هنفدهم وأكيد أطفالنا من خلال إبداعاتهم دي كل طفل عنده مهارة معينة على كل واحد فينا من خلال كأولياء أمور أو كمعلمين ولأن الطفل بيقضي أوقات كتيرة مع المعلم في المدرسة أكيد لازم يكون فيه تواصل مباشر وإنه بيحتك بيه وبيتواصل وبيتعلم منه حاجات ومهارات لازم كل معلم يفيد أطفاله في مهاراته وسلوكياته ويعدل من سلوكه ويرجع لو الطفل تصاحب عليه أو قدر أنه هو يتكلم معاه يبقى فيه جو جميل وجو من ورح يقدر يوجهه للأشياء الصحيحة في حياته لأنه ده هيبقى حاجة أساسية في حياته وعقله اللي بيمر بي طول العمر أو أقول لكم أنه هو بينقش على الحجر التعليم في الصغر قنقشي على الحجر علشان كده زي ما بتكلم مع حضراتكم أن كل أطفالنا لازم نوجههم للأسلوب الصحيح والتعامل الصحيح حتى ولو كان من خلال برامج الكابتون لازم نتابعهم ونعرف الأفلام دي بتقدم لهم إيه علشان نقدر نوعيهم ومتطرقش أثر سلبي في حياتهم ودلوقتي خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين الأعزاء على قناتنا الصحة والجمال وأنا كنت حابة أوجه أجمل رسائل لأجمل أطفال والأجمل أولياء أمور والأجمل مشاهدين موجودين معينا أقول لهم أن أطفالنا بيقدموا رسالة أجمل شيء أنك تقدم تخلي أطفالك هم اللي يقدموا الرسالة الجميلة عنك وهم اللي هيكملوا مستقبلك وعلشان كده قلنا رجعنا ببرنامجنا علم طفلك هنقول تاني برنامجنا علم طفلك بيتكلم عن تعديل السلوك وتنمية المهارات من خلال برنامج الخالة ناني اللي كنا بنعرضه على السوشيال ميديا وعبر قناتنا على حكايات الخالة ناني عبر اليوتيوب أتمنى أنكم تكونوا سمعين وكنا بنتكلم عن الكارتون وعن أثار السلبية على الأولادنا كمان هنتكلم عن التطور التكنولوجي وتطور التعليم عايز أقول لكم أن إحنا خلال الفترة المضت دي ومن خلال رسالة أطفالنا عرفنا أن الوزارة منحت أو قدت أنها تتواصل مع الأطفال عبر المواقع التواصل الاجتماعي وقدر أطفالنا أن هم يحصلوا على التعليم الجيد من خلال مدرسيهم والتطور الموجود في وزارة التربية والتعليم وتوجيه الأطفال أن هم إزاي يستمتعوا بالتعليم عبر المواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الخاص بالوزارة قدر المدرسين الجمهورية كلها أن هم يتواصلوا مع أطفالهم في كل مكان وطبعاً دي كانت ظروف يعني صعبة إن شاء الله إن شاء الله ربنا يعدينا منها على خير وبرضو نقدر نستفاد من الصعوبة أو المحنة اللي عدت علينا دي بأنها تكون منحة وأن إحنا قدرنا إزاي نتواصل مع أطفالنا وإزاي كل معلم قدر يغرز في كل طفل معلومة أو نبتة جميلة مثمرة علشان كده قلت إن أكتر وقت بيندي الطفل مع أسرته أو مع المعلم علشان كده قلت إن المعلم لازم يكون على وعي تام على إدراك تام بكيفية التعامل مع الأطفال خاصة إنه نشأ جديد وبيحاول يوجهه للتعلم عن بعد أو التعلم عن قرب إنه إزاي يعلمه يتواصل مع غيره وده اللي قدرنا ندرسه في كلياتنا وجماعتنا أو حتى من خلال تعلمنا بالفطرة إزاي نتعاون مع أطفالنا إزاي نتكلم معاهم تيح الفرصة إنك تسمعهم مفيش مشكلة اسمعوا ووجهوا أنا عارفة إن كتير من أطفالنا بيكلموا كتير وده اللي إنه عندهم اللي بيكون عندهم مخزون كبير فارغ فعايزين يملؤوا فهيملؤوا من مين غير من بابا وماما والناس اللي بيحتكوا بيهم علشان كده قلنا إن لازم يكون بابا وماما على تواصل تيم معهم وإلا هيحصلوا على معلوماتهم من خلال حاجات تانية وزي ما قلت لحضراتكم أفلام الكارتون واللي بتقدمه فبيبتجي الطفل إن هو يستوعي بكل شيء موجود ويربطه بالعالم بتاعه وده اللي بيخلي أطفالنا ما يقدروش نعم لا تمام تمام معينا أستاذة آية هتكلمنا دلوقتي ألو آه معزلة تانية الاتصال تقطع إيه اللي بيحصل في الكنترول يا جماعة حاولوا تتواصلوا معيهم من تزرينيك أستاذة آية إن شاء الله بعد قليل ونكمل موضوعنا ونتكلم تانية عن أفلام الكارتون واللي بتغرزه في أطفالنا علشان كده قلت لحضراتكم إن أطفالنا لازم يستوعبوا من خلال هيحصلوا على المعلومات منين غير من حضراتكم كأولياء أمور أو من الواقع اللي بيحتاجوا به سواء كان المعلم أو أي شيء الجدة آه العائلة لازم لازم نعرف إحنا بنوصل لهم إيه لإن أطفالنا هم المستقبل هم حياتنا هم اللي هيكملوا بعدين بإذن الله قلنا إن لازم المعلم يكون على وعي تام وعلى اتصال تام بالطفل من خلال تعامله وقلنا على المكاسب الفترة دي اللي إحنا بنمر بها رغم إنها ممكن تكون وإحنا عصيبة بس بصراحة من وجهة نظري كانورة الحسيني بقول إن هي منحة جنيلة جدا تتيح لكل معلم إنه يبرس كل مواهبه وتواصله مع أطفاله أو مع تلاميذه وإزاي يقدر يوصل المعلومة مش بس ده من خلال حبه ليهم وقلت إنه ممكن يؤثر فيه سلوكيات الطفل من خلال تعامله علشان كده بتمنى من وزارتنا الجميلة إن شاء الله بإذن الله إن هي تعمل اختبارات جميلة لكل المعلمين وتأهلهم نفسيا قبل ما يكون علميا لأطفالنا وده الصبق الجميل لبرنامجنا علم طفلك ورسلتنا الجميلة لأسد ذاتنا ودكاترتنا في وزارة التربية والتعليم وبخص بالذكر الدكتور طارق شوقي بقول له أتمنى من حضرتك خلال الفترة المقبلة إن يكون فيه تأهيل نفسي للمعلم اللي هيقدي الدور الجميل ده والرسالة العظيمة دي لأطفالنا تعالوا نشوف رسالة أطفالنا الموجودة لنا ونرجع تاني نكمل موضوعنا طيب أرجعنا لكم تاني ويبدو إن إحنا عرضنا حاجة تانية لفوزرنا فوزرنا الجميلة ودي اللي هتكون إن شاء الله في نهاية الحلقة هخلي أطفالنا إن شاء الله يتوصلوا معينا ويحلوا فزرورتنا بإذن الله علشان هيكون فيه جواز جميلة مقدمة من خالة ناني نورة الحسيني إن شاء الله لكن هرجع تاني وكمل موضوعي وأقول لكم على رسالة أطفالنا اللي إن شاء الله هتجهزنا الكنترول بإذن الله منتظرهم يعرضوا هلنا ولكن عبال ما تجهز بإذن الله هنكمل موضوعنا ونقول عن الكرتون ومخاطره وكمان التواصل إزاي يكون مع أطفالنا من خلال إي وإيه اتكلمنا عن ولي الأمر والتواصل معاه إن إزاي إحنا بنتواصل مع بعضينا قلنا لازم يكون عندنا معلومات نقدر نتواصل بها مع أطفالنا لازم أتيح الفرصة الأطفالي وعرف أكلم معيهم وأسيه مساحة من الحوار أوه ممكن ما تكونش مدة طويلة أنا عارفة إن كتير من ما شغل الدنيا بيكون كتيرة وأعباء الأسرة على الأهالي ولكن ربنا سبحانه وتعالى إدينا فرصة جميلة جدا إن إحنا نتحور مع أطفالنا لإن هم أساس مستقبلنا إن شاء الله هم اللي هيكملوا بإذن الله فلازم نقدر نتكلم معهم وبقول الفرصة الجميلة اللي جات لنا والمنحة الجميلة اللي جات لنا من عند ربنا إن إحنا نقعد معهم تقدر إن إنت تتواصل معهم تغرف أفكارهم تحدد أفكارهم وتقدر إن إنت تتوجههم للصح الأهم في الحياة كلها إن إنت تتوجه أطفالك للصح تعلمهم إزاي يتكلموا معاك حتى لو كان سلوبهم أو أسلوبهم مش صحيح في الكلام ما تحاولش تقول لطفلك أنت غلط أنت دايما غلط لا ده شيء هيخليك إن إنت ما تعرفش تتكلم معاه وهو كمان مش هيتقبل كلامك لازم لما يجي تحور مع أصحابي أو مع أولادي الصغيرين هتكلم معاهم أيوة يا حبيبي أيوة بس معك لا بس دوت شيء من أنت شايف دوت إن ده شيء صح لو أنت شايف إن حاجة مثلا بيعملها هو غلط اقنعه كلموا بالإقنع طفلك على فكرة الصغير الجميل ده بيقدر إن هو يستوعب كل شيء والإن هنعتبر إنه جهاز كمبيوتر فارغ جدا أنت اللي بتحمل الداتا أو المحتوى عليه فبالتالي لما بتيجي تتكلم معاه لازم يكون حوارك مصمر وتقدر تقنعه يعني هو هيتجاوب معاك لو شيء مش حلو أكيد مش هيتجاوب معاك لو أسلوبك مثلا طريقة الحوار أو طريقة بتاعتك بتتكلم معاه دايما كله غلط 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 مش هيقدر يسمعك علشان كده بنقول لكل أولياء الأمور أو لكل الأباء والأمهات اللي بيسمعونا علم طفلك ولكن علمه مش بحدية علمه بالتواصل معاه وبالإقناع أطفالنا بيستخدموا التكنولوجيا أكتر وقت كما ضيعة للوقت معهم وإنت ما تعرفش إن دلوقت ده بيمر عليهم قد إيه هما بيعملوا إيه أو بيكتسبوا إيه من الألعاب دي كتير من ألعاب مش عايزة أذكر أسامي الألعاب الموجودة على السوشي ميديا اللي هي ممكن تضرهم أو يعني ممكن أقول لكم عن ألعاب القتالية مثلا الألعاب الموجودة بيلعبهم كلعبة جميلة خاصة الأولاد بيكتسبوا منها إيه تفتكر هو هيتعلم إيه آه ممكن هيطلع بي ناشن كويس هيطلع بيتعامل إزاي هيطلع عنيف جدا وهو بتعامل مع أصحابه إدي وقت صغير جدا للبلاد دي أو للألعاب اللي فيها قتال ودي وقت كبير جدا للحوار ما بينك وما بينه لعبة جميلة تعملها أنت وأولادك أنك مثلا تجيب حتى ولو الكوتشينة الجميلة دي هتقولوا دي لعبة قديمة لا ممكن فيه أفكار تانية جديدة ممكن تعمل وجوه مبتسمة وجوه وجه حازين وجه مبتسم وجه مثلا متعجب الوجوه الأمشانات اللي بتكون موجودة على الألعاب يعني أو على التواصل هتلاقوها موجودة مثلا من خلال الواتساب ممكن تستغلوا الألعاب الجميلة دي أو الأشكال الحلوة دي اللي بيقدروا الأطفال أنهم يتواصلوا بيها مع بعض وتحاولوا لأنتوا تخلقوا لعبة ممكن أقول لكم على لعبة جميلة هتعدل من سلوك أولادنا وهتنمي مهاراتهم وتجعل حوار جميل بينك وبين أولادك هقول لك إزاي تعالى مثلا نرسم أول حاجة نقود نعمل جولة للرسم وكتير من فنانين عبر سوشيال ميديا كانوا بيتكلموا عن الموضوع ده الرسمة على الخزف أو الرسمة على الأوراق وأنهم بيتواصلوا مع أولادهم بالرسومات الجميلة دي فبدأوا الأولاد أنهم يتواصلوا مع أولياء أمورهم أو مع أباهم وأماتهم من خلال الرسمات الجميلة اللي رسمها مع بعض تقدر أن أنت تعمل حوار وحدوتة جميلة قل لي تعالوا نختار من الرسمات اللي رسمناها دي مثلا الوجه الضحك أنت عملت إيه؟ آه أنا عملت وجه مبتسم جدا ليه؟ قل لي عن موقف جميل خليك مبتسم كده هيقعد يحكي لك وهتقدر أن أنت تفرح معاه ممكن تكون إن حاجج اللي بيقولها دي مضحكة جميلة تمر على الأسرة كلها ببسمة وسعادة وتبقى أنت عملت جو جميل من الفرح والمرح مع أسرتك كمان أنت كولي أمر أو كأب أو كأم تقدروا أن أنت تتواصلوا معاه بنفس الطريقة إحنا كمان عندنا موقف كنا متعجبين منه إن حصل كذا 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 منك أنت شخصيا يا حبيبي مثلا هتتكلمه هتوجه له سلوك معين وتقوله أن أنا كنت متعجب من تصرفك تقدر تسمع رده هو ليه عمل كده وتقدر تقوله أن دا كان دا صح أو غلط ما تحاولش أنك تقوله غلط دي كتير ولكن تقوله كان المفروض أن احنا نعمل كذا كان المفروض أن احنا نتكلم عن كذا ودي لعبة خطيرة هتتيح جو كبير جدا مع الأسرة من الفرح والمرح ولكن قبل يعني عشان نفرح ونمرح مع بعضينا تعالوا نسمع أولادنا هيقولوا إيه ونرجعتي وأيضا لا؟ القمرية أحسنتم القمرية القمرية هيا أصحابي ننطق انتقاء بسرعة أولا ردد معي الكتاب 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 هل هي لغن شمسية قمرية 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 واحد اثنان ثلاث أربع خمس هيا أجيبوا قمرية الكتاب هل هي لغن شمسية لا قمرية لا أسمعكم هي لغن قمرية قمرية أحبتوا كونس أنا وانت طيبة يا مصنورة بحبك جدا وارجعنا لكم مرة تانية في حلقتنا مشاهدين الأعزاء أنا عايزة بصراحة أشكر أستاذنا الغالي اللي أتح لي الفرصة بتواجد معيكم على قناتنا الصحة وجمال أستاذ محمد الملكي شكرا لحضرتك شكرا لكل شيء بتقدموه لأطفالنا وانه كان أول واحد بيبادر بوجودي معيكم في حلقة جميلة دي تعالوا نتكلم عن موضوعنا وارجعنا تانية تاني مرة وان نتكلم عن السوشيال ميديا أو عن التواصل عن بعض مع أولادنا زي ما شفتم في الفيديو الخطير اللي كان أنا بعتبره إنه هو خطير ومفيد ويشرفني إن أنا أقول لكم إن الصوت اللي كان موجودة على الجهاز ده كان صوتي لطرح المنهج بشكل كرتوني مفيد ودي الفكرة اللي كنت بنفرد بيها لدبلجة المناهج فكرة وأعداد نور الحسيني وبترجع لها الملكية في كريف ده إن أنا بدبلج أفلام بدل ما أفلام كرتون بتتكلم مع الأطفال وهم بيسمعوها ولقيت أثر كبير مع أولادنا قدرت إن أنا أعمل كمعلم دبلجة المناهج إن أنا أخصر المناهج الصغيرة جدا لأطفالنا الصغار سواء كانت الصف الأول والثاني ديتا كانت تجربتي بصراحة واللي لقيت نجاح مع أولادنا زي ما حضراتكم شفتم تواصلهم عبر عن بعض مع معلميهم وزي ما قلت لكم إن المنحة يعني ربنا سبحانه وتعالى ووجد لنا منح كتيرة من وسط المنحة دي تقدر تعدي كل شيء بإيمانك بقوتك بإيمانك بالله سبحانه وتعالى وبقوتك إن ربنا سبحانه وتعالى هيعدي كل شيء بسلام وبأمان عايز أقول لكل الناس اللي متوترين أو خايفين في بيوتهم يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى إدينا اليقين لازم يكون عندنا يقين إن إن شاء الله هنعدي كلنا المحنة دي وهتتقلب لمنحة بإذن الله ونرجع تاني نكمل موضعنا ونقول لكم عن التواصل عن بعض مع أطفالنا قد إيه تواصل المعلم مع تلميزه أتاح له الفرصة وحبهم ليه قدر إنه هو يأثر فيهم وزي ما قلت لحضراتكم إن المعلم لازم يكون معلم قوي جدا من خلال حبه الحب هو الأساس في التواصل علشان كده بوجه كل أولياء الأمور وكل الأباء والأمهات والمعلمين إيه اللي بيسمعونا إن الحب هو أساس التواصل مع أبنائكم في كل شيء علشان تخلق جسر التواصل ده هو الحب لازم تحببه فيك ما تخليش ابنك يكرهك من خلال توجيهاتك هو طفل لسه ما بقاش في عمر حضرتك الكبير ده علشان يستوعب منك كل شيء أنت بتقوله لذلك هو أنت بتحاول تتواصل معاه من خلال حبك ليه ابني الحب ده معاه طبعا أنا عملت لكم قلب جميل كده علشان ده رمز الحب لازم تتواصل مع أبنائك أو أي حد في العالم عايز تتواصل مع حد لازم يحببه فيه الحب ده هيكون إزاي من خلال تحتك الفرصة للنقاش للحوار معيهم للطريقة الكلام تكون جميلة ومقنعة كل طفل ليه فرماتة معينة عليك أنك تقرأها كل طفل ليه أسلوب معين للحديث معي فيه طفل ما ينفعش تتكلم معه غير لما تقنعه فيه طفل بيستوعب منك كل حاجة من أول كلمة فيه طفل وفيه قدرات يا جماعة نسيت أقول لكم عن ده شيء أساسي الفروق الفردية بين الأطفال أن فيه طفل يقدر يستوعب الحاجة من أول مرة هو مش غبي فيه طفل سوري بيقدر أنه هو يستوعب الحاجة بعد عشر مرات ده مش غبي هو بيصنف أنت بتصنف أن ده غباء كلمتك دي لو فضلت تقوله أنت غبي أنت غبي أنت غبي هيفضل كده حتى لو هو عنده نسبة زكاء بسيطة فهو مش هيقدر يتحاور مش هيقدر يتكلم هيقول أنا غبي وهيقتنع بكده وهيوقف مخه على اللي حضرتك بتقوله له فلذلك بنقول ما تعودش توجه لأطفالك كلمة غبي كلمة أي كلمة محبتة يعني تفتكروا أن أنا قدمت في بداية الحلقة ما تسمعش أي كلام يحبتك أيوة ما تسمعش أي كلام يدللك على الإحباط أنت ككبير تقدر تميز بين ده وده لكن كطفل صغير هو مش هيعرف هو بيحاول يستوعب منك لكل أولياء الأمور لكل الأباء والأمهات في البيت حاولوا أن انتوا تتواصلوا مع أولادكم من غير ما توجه لهم كلمة سلبية تسئهم أو تبقى موجودة في حياتهم آكا كبير ممكن يستوعب منك الكلام ده لكن كطفل صغير حاول ما تحبطوش بأي كلمة تأذيه الكلام يا جماعة بيأذي لو يقول لما كانش رسولنا عليه الصلاة والسلام قال لك الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة يعني أنت لما هتقول كلمة عليه الصلاة والسلام لما هتقول كلمة لطفلك حاول أن أنت تقوله له بشكل يعني إيجابي أكتر لما تقوله ما تقولهش أنت غبي قله لأ يا حبيبي فتح موقك سويا هتستوعد مني طب أقوله لك مرة تانية بطريقة تانية آه المعلومة مثلا كتير لما كانوا بيذكروا في البيت مثلا بيقولوا لأطفالهم أو الطريقة القديمة أنت غبي أنت مش بتسمع كلامي أنت يعني بيحاولوا يقولوا أي كلمة ممكن تسيق لأطفالهم معلش عذرا عن اللفظ بس دوت أنا من واقع الحياة ومن واقع التعامل مع الأولاد بلاقي كتير من أطفالنا بييجوا وبيتكلموا معنا وبيقولوا لنا بابا أو ماما بيقولوا لنا كذا أو حتى لو كان مدرس تاني مش قادر يتواصل معاه فبيقولوا الجملة دي لذلك قلت لحضراتكم أني لازم يكون في تعديل لأطفالنا في سلوكهم من خلال حواركم ولازم يكون لكل المعلمين بإذن الله يعني مبادرة أو دعوة أنه إحنا نعمل لهم تأهيل نفسي لإزاي علموا أطفالنا خاصة مراحل الصغيرة جدا زي الكيجي والصف الأول والثاني الإبتدائي لازم يكونوا مدرسيهم على وعي كامل بكيفية التعامل معهم وزي ما قلت لحضراتكم أن توجيه الرسالة للأطفال ما ينفعش تقوله كلمة سلبية لأنها بتقعد وبتتخزن في مخه زي ما قلت لحضراتكم أنه بيكون عقله فارغ جدا فبيبتدي أنه هو يملى معلوماته هيستوعبها من مين غير من حضرتك كأب أو من حضرتك كأم أو من خلالك كمعلم حاول ما تقزوش بكلمة حاول ما تسيبش أثر سلبي في حياته هيكبر عليه بعد كده وهو مش قادر يستوعب أو مش قادر يفهم كلام اللي حواليه من خلال كلامك لأنك وجهت له كلمة أنه هو ما بيفهمش أو ما بيستوعبش أو كلمة الكلمة أنا مش عايزة أكررها تاني بصراحة لكن بقول لحضراتكم تقدر توجيهوا بطريقة تانية يا حبيبي استوعب هقولها لك مرة واتنين ولو مثلا ما قدرتش أنه يستوعب زي ما قلت لكم في فروق فردية بين الأطفال وفي كذا طريقة ليه تعلم أنك تعلم طفلك إزاي كذا استراتيجية موجودة بندرسها أو للي مش دارس حاول أن أنت تبحث كده عن طريقة معينة تقدر تتواصل بيها مع أطفالك تعالوا ناخد فاصل عن فزورتنا ونترحى قدامكم ونشوف مين من أطفالنا ممكن يجاوبنا عن حلقتنا دي وليجع تاني ورجعنا لكم أحبابنا مستمعين لكن تعالوا نشوف قبل ما تتواصلوا معينا إن شاء الله على فزورتنا لمنتظر اتصالاتكم إن شاء الله عشان تجاوبوا على الفزورة الجميلة اللي بترحى لكم الخالة ناني طبعا عرفنا معلومات خطيرة لازم تقدر أن أنت تتحور مع أطفالك تساعدهم إن هم يقروا يستوعبوا يحبوا القرية امسك كتاب قدامهم وحاول تقرأ ده يخليهم إن هم يحبوا القراءة يقلدوك في كل شيء أنت بتعمله وخاصة لو كان طفل في عمر أيوة أستاذ نرمين معينا على التليفون أهلا وسهلا بحضرتك أهلا أهلا بحضرتك أهلا وسهلا مبروك أولا عن البرنامج وبالتوفيق ونجاح نجاح إن شاء الله ربنا يخليك تسلمين يا أستاذ نرمين من محبي الخالناني أهلا وسهلا أهلا أهلا وعايز أعرف أطفالنا معاكي مين ومين معايا آسر أهو وعايزي كلم حضرتك حبيبي حبيبي يا آسر أحباب الخالناني ألو ألو زيك يا حبيبي ألو منوارنا يا آسر سمعني جيد إيه رأيك في حلقتنا النهاردة يا آسر أهل حلوة طيب سمعت الفصدورة بتاعتنا حلوة جميلة تسلم لي يا حبيبي يا طرس سمعت الفصدورة يا آسر الأسر من أبطالنا يعني وأبطال رحليك يا ميس نورة حبيبي روحي وأنا كمان ربنا يخليك يا حبيبي تسلمي لي أستاذ نرمين تسلم لي يا آسر شكرا لاتصالكم حاب أقول لكم إن أحبابنا في كل مكان بيسمعونا إحنا بنحبكم وبنحب تواصلكم وشكرا يا آسر لاتصالك ولصوتك الجميل وبتمنى إن أنتوا تجاوبوا على فصدورتنا مستنينكم تجاوبونا ونرجع تاني لموضوعنا اللي كنا بنكلم عنه وبنقول لكم إزاي تتواصلوا مع أطفالكم وأنا مبسوطة جدا إن من خلال برنامجي هنا أعلم طفلك على قناتنا الصحة وجمال بقدر أقول لكم إزاي تتواصلوا إن كتير من أولياء الأمور والأباء ما بيعرفوش يتواصلوا مع أطفالهم وده بيسبب لهم بعض الأحيان بعقد نفسية أو ضرر نفسي ممكن يأزيهم فيما بعد وده اللي بنصوفه في بعض المؤسسات اللي كنت بتشرف بالتواصل معهم إن بعض الأطفال بي تمام واستاذ آية من تظرينك من بدري ألو أهلا أهلا وسهلا بأستاذ آية من ورانا الحمد لله تمام حضرك بتكلمينا من اين بالشرقية أهلا وسهلا يا أستاذ آية من ورانا ومنورنا أهل الشرقية كلهم يا ترى إيه رأيك في حلقتنا نهاردة جاء جميلة صراحة ومن توفق لتوفق إن شاء الله الله يخليك يا أستاذ آية من ورانا وبشكرك على اتصالك وبتمنى إن كل أطفالنا اللي موجودين معينا موجودين في كل البيوت إن هم يحلوا في اصدارتنا منتظركم بإذن الله ونرجع لموضوع حلقتنا ونشكر كل الأصدقاء اللي بيكلمونا من كل مكان بحبكم جدا ومنتظر اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة لكن قبل ما تكلم عن أرقامنا وقبل ما تكلم عن أي شيء موجود بقول لكم إن أساس التعامل مع الأطفال هو الحوار وإنك إزاي تقدر تقنعهم برأيك لأن كل طفل عنده زي ما قلت لحضراتكم عقله لسه بيحاول إن هو يستواب ويكتشف كل شيء حواليه هكلمكم عن أعمار مختلفة ممكن تكون في عجالة سريعة ولكن إن شاء الله تكون من خلال حلقاتنا المقبلة بإذن الله هكلمكم عن كل عمر بعينه يعني مثلا لما تلاقي طفلك استغير جدا اللي عمره سنتين بيحاول إن هو يجيب أي لابة كتير من الأباء بيضربوهم مثلا لو جاب أي شيء وبيحاول يفكهم طفلك ده بيحاول يستكشف بيحاول يشوف الحاجة دي تعملت إزاي وأنا شخصيا يعني أنا فاكرة المرحلة دي من عمري خلوني أحكي لكم عن الفترة دي فاكرةها كويس جدا إن أنا كنت بحب جدا أو أفك الحاجة أسوفها بتتركل إزاي سواء أنا أو أخواتي أو أي حد موجود أكيد مر في حياته الحاجة دي طبعا كتير من الأباء بيقوله بيزعق وده شيء بالنسبة له بيكون شيء غير يعني غير حقيقي أو غير يعني إنه مش قادر يستوعب إزاي الطفل يفك الحاجة دي أو يكسرها هو في نظره أنه هو بيكسرها لكن عايز أقولك إن الطفل في الحالة دي أو في الوقت ده بيكون بيستكشف العالم اللي حواليه زي ما هو استكشف جسمه في الأول فبيبتدي إنه هو يستكشف الحاجات اللي موجودة حواليه فبيبتدي فكها ويعرف دي إيه عبارة عن إيه؟ وبيبدأ ده من عمر سنتين أو ما قبل ممكن يكون طفل في الفترة اللي قابل كده هو استكشف حاجات تانية فبيبتدي يستكشف بعد كده العالم اللي موجود ده بيشوف أو منقول قدرات الزكاء أو قدرات التعامل هو وصل لإيه؟ فبيبتدي إنه هو يسبق لحاجة تانية بيشوفها حواليه زي ما قلت لحضراتكم إن أطفالنا بيجيبوا الألعاب وبيبتدي إنه هم يفكوا سواء كنت إنت في لهوة زي ما بيقولوا أنا ما خدتش بالي ده خدها من هنا تتدي إن أنت تصرخ فيه لأ إنت ممكن تجيب ألعاب معينة وتخليها في متناول إيده إنه يقدر يفكها أو يلعب بيها وطبعا ألعاب تكون غير مؤزية لي عارفة إن بعض الألعاب ممكن تؤزيه زي مثلا هو إزاي في عمره سنتين ممكن يعور نفسه مش هيستوعب طبعا وده معاك وحق فيه لكن بوجهكم إنكم تجيبوا ألعاب ما تدروش بحيث إنه لو فكها أو قطعها زي ما بتقوله وكسرها هيقدر إنه هو يعرف إيه الحاجة دي ويقدر إنه هو يكون اكتشف إيه اللي موجود حواليه ما تزعقوش لأطفالكم ما تحاولوش تخوفوهم من العالم المحيط بيهم أو بعالمهم هما أو بحضراتكم لأنهم بيكتسبوا زي ما قلت لحضراتكم طريق التعامل معينة منكم وبيقدروا إنه هما ياخدوا حذرهم منكم في حاجات كتير لا ما توصلش إن الخوف عفوا إنه خوفهم ده شيء يعني هيخليهم إنه هما ما يمسوش الحاجة دي لا ده ممكن ما يمسش العالم كله يبقى مختلف عنه يبقى على طول متقوقع في حياته في مكان معين ومش قادر يمسه لسبب واحد لأن حضرتك زعقت له هو صغير وهو استوعب إنه ده ما ينفعش يعمله تاني أبدا فبدأ إنه ما يقدرش إنه هو يمس الحاجة دي أو يلعب بيها أو يمسكها بعد كده أو إنه هو يختلط بالناس اللي معيهم اللعبة دي أو أي حاجة تانية في علامه فبقى بيأثر عنده في إدراكه بقى إنه هو مش قادر يعمل الحركة دي أو إنه هو يتعامل مع غيره بدأت تتأثر عليه في مستقبله بدأت إنه أنت تتربيه له عقدة بدأ الطفل إنه هو يبقى مختلف عن غيره وفي الحالة دي ما بقاش عارف يتعامل مع اللي حواليه أوجهكم لنقطة تانية زي ما قلت لكم عشان تتخطوا المرحلة دي لازم تجيب ألعاب تكون متناسبة مع العمر ده وأظن إنه موجود في كل المحلات أو أماكن كتيرة تقدروا تلاقوا الألعاب بالعمر يقولك ده العمر السنتين أو ده الثلاث سنين أو ده الأربع سنين يعني فيه حاجات معينة لأطفالنا وما تحاولش إنك تبين له حتى لو جات لهدية أو لعبة ما تحاولش تبين هالو طواما هي مش مناسبة لعمره لأنك كده بتأزيه طبعا أنا مبسوطة جدا بتواصلي معكم وبتمنى إن تكون الحلقة بتاعتنا حلقة مفيدة ليكم كمان إن الخالة ناني هتقول لكم حدوطة قبل ما تختم حلقتنا لكل أطفالنا على الهوى مباشرة وأنا طبعا كان معي نونة بس للأسف نونة ما رديتش تيجي معي النهار نونة دي عرصتي المجنونة الجميلة اللي بتحاول تتواصل مع أصحابه مجنونة بالنسبة للتعامل وحبها للأطفال فهي بتحب تكون موجودة مع ناني ناني ونونة لكن النهاردة هنخلي الخالة ناني هتحكي لكم حدوطة جميلة عن طيمور وفريدة والحكاية بتقول كان يا مكان يا سادة يا كرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام طيمور وفريدة دايما كانوا بيحبوا الناس كلها وخرجوا في يوم في فصحة جميلة مع بعض وهم ماشيين سمعوا صوت عجيب جدا صوت جاي من بعيد دي عيض خالص قالوا له ايه دا دا في صوت غريب جدا تعالي يا طيمور نشوف في ايه جري طيمور وراح قال لها ما فيش حاجة يا فريدة انا مش عارف الصوت دا جاي منين وكل ما يمشوا اكتر يسمعوا الصوت بيقرب اكتر اه 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 انا زعلينة انا فين بابو ماما انا فين كل اصحابي مش طيمور وفريدة ولقوا بنوتة جميلة قعد على جنب جدا في وسط الحديقة وبتقول فين بابو ماما سألها طيمور قال لها مين جابك هنا قالت له انا كنت بلعب مع اصحابي في الحديقة وفجأة بعيدنا عن نظر بابو ماما وبفجأة ملقناش نفسينا لقينا كل واحد فينا في مكان وانا من كتر خوفي عادت ادور على بابو ماما لغاية ما الوقت اتأخر فضل تيمور وفريدة مع بعض وقالوا ان هم هيرجعوها لباباها ومامتها مشوا مع بعض وفعلا قبلوا باباها ومامتها وقدروا يرجعوها ليهم ولان قبل نهاية حلقتنا هنقول لكم رسلتنا من حكايتنا ما تبعدوش عن بابو ماما ابدا خليكم دايما معيهم وعنيكم عليهم شكرا لكم احبابنا في برنامجنا علم طفلك على قناتنا الصح والجمال شكرا لمشاهدتكم شكرا لاستماعكم